في شيء تاني أنه لما متكلم عن الحديث ابن الله عادة بيجيبوا التعبير طب ما فيه تعبيرات تانية أسماء تانية في العهد القديم أنه دعوا أولاد الله فما الفرق بين أبناء الله اللي بيتكلم عنها الكتاب في العهد القديم وابن الله اللي بيتكلم عنه العهد الجديد سؤال ممتاز جدا لأنه آدم دعي أبن الله داود دعي أبن الله الملائكة دعوا أولاد الله وكل مؤمن في المسيح أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله فكيف يكون المسيح ابن الله مختلف وأنا هو بدي أقول بأنه المسيح لما يقول عنه ابن الله يضيف دائما عبارة بجانبها ابن الله الوحيد ابن الله الوحيد آدم ابن الله بالخلق لأنه خلقه أتى به إلى هذا العالم والباقيين كلنا هيك نحن أبناء الله إذ نؤمن به فيتبنانا لكن المسيح هو ابن الله الوحيد تفيد التميز طبعا تماما تفيد أمرين التميز والتفوق على أي شخص آخر وحامل نفس الطبيعة فيه بدع نحن نحب كل الناس ولكن لا نوافق على كل التعاليم لكن فيه بدع تقول أنه الوحيد بمعنى أنه الله خلقه وهنا أقول أنه في كل الكتاب لا يوجد بأي مكان يقول أن المسيح مخلوق أو خلقه ولا انتهت النقاش هون خلقه مخلوق انتهى الموضوع لكن دائما يقول ولده ومن يلد شخص يلد شيخ يحمل نفس صفاته ونفس طبيعته ونفس جوهره وليس أقل منه في الجوهر ربما يختلف يتميز بالدور وبالشخصية ولكن هو يحمل ابن الإنسان إنسان وابن النسر نسر وابن الأسد أسد فإذن هو ليس ابن بالخلق ولنا مثل جيد جدا يشرح هذه الحقيقة مثلا بتكوين 22 قال الله لإبراهيم فقال خذ ابنك وحيدك وحيدك الذي تحبه إسحاق مش إسماعيل على فكرة على كل حال هل إسحاق كان وحيد ما كان وحيد كان في إسماعيل كان في إسماعيل قبله وبيقتبس بالعهد الجديد فيقول وعلى كل حال تكرت أكتر مرة بالتكوين بـ 22 لكن بيقتبس بعبرانيين 11 17 وبيقول بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب قدم الذي قبل المواعيد وحيده يعني هل يمكن كاتب سفر التكوين موسى التوراة وكاتب السفر العبرانيين في العاد جديد غفله أنه في عنده ولد قبله بأي معنى كان إسحاق ابن إبراهيم الوحيد أي أنه الفريد من نوعه المتميز ابن الموعد ابن المعجزة لأنه أم عاقر هو ابن الموعد وانتظر الله أنه لعل أحد شك أنه في نساء يتأخروا عشر خمسة عشر سنة من الزواج اللي ينجبوا انتظر إلى ممات مستودع سارة يعني انتهت من الإنجاب وأنجب إذن ليس بقوة إبراهيم الطبيعية ولا بإنجاب بهذا المعنى كان هو ابن الموعد بهذا المعنى كان ابن الإيمان بهذا المعنى أن الله تدخل في معجزة وبنفس الطريقة الرب يسوع المسيح يعني نساءل سؤال لأخي المحبوب أنه ولماذا قصد الله أن يولد المسيح من عذراء قبل الزواج هو متعارف على هذا الأمر في الإيمان المسيحي والديانات الأخرى أن أمه كانت عذراء بس لحتى الله يفرج عضلاته أنه أنا بقدر أنجب ولد من عذراء ما في شك في أن الله قادر أن يخلق من الحجارة بشر ما خلق الإنسان من عدم ما الدلالة في معجزات الله هناك دلالة هناك درس أكيد لما يقيم الموتى ما هو سيقيم كل الموتى في يوم الأيام لكن هذا دليل أنه سلطان الحياة ورب الحياة وحين يولد ولد من عذراء بدون رجل أرضي أب أرضي إذن من هو أبوه من هو وأبوه ونحن نعلم هذا كان سؤال مريم بشكل عقلاني دعونا نسميه كيف يكون هذا وأنا لست أعرفه رجلا أجاب الملاك وقال الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك القدوس المولود منك يدعى يدعى ابن الله صحيح والأيات كثيرة بالحقيقة التي تتكلم عن أن المسيح هو ابن الله الوحيد أذكر البعض منها يوحنى 3-16 أيها أشهر آي في إيماننا المسيحي لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية يوحنى 1-14 بقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد لوحيد مختلف مونوغنيس مختلف متميز متفوق على أي أحد آخر يوحنى 1-18 بقول الله لم يره أحد قط الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب الآب ما يقول حضن الحضن ليس معنى الآب الحضن أي صدر بسم الحضن الله عنده المسيح عبط ولكن الله روح ولكن الذي هو في جوهر وداخل صميم الله الإبن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن بإسم ابن الله الوحيد ابن الله الوحيد وغيرها يعني أنا كنت عاوز أسألك فعلا على هذا السؤال لأنه في في الإنجليزي في الكنجينج جيمز تترجم بيقاطن 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 صن في الترجمة التفسرية أو الان آي في في الإنجليزي only one the only one صن يعني بيركز على فكرة التميز والتفرد في هوية المسيح شو مقصود لأنه مرات حتى بيحاولوا يحاربوا فكرة بيقاطن يعني الإبن كأنه في إشتناسل تماما مثل عمقول أنه بكل الكتاب يرينا أن المسيح هو من جوهر الله من طبيعة الله ورح نصرف يمكننا آخر جزء من اليوم على تأمل بمقطعين بكلوسي واحد وعبرانين واحد لأنه بيعطينا تفصيل وشرح ما المقصود بابن الله موسيقى اشتركوا في القناة